الأصوات تعلو في الداخل البريطاني اعتراضاً على مشروع القانون الجديد بشأن بريكزيت. آخر المنتقدين رئيساً الوزراء السابقان توني بلير ورجون ميجر الذين اعتبروا أن مشروع القانون المقترح ينتهك الاتفاقية الموقعة للخروج من الاتحاد الأوروبي ويفقد بريطانيا صدقيتها. نواب في حزب المحافظين الحاكم اعترضوا بدورهم على مشروع القانون الجديد غير مقتنعين بتحذيرات رئيس الوزراء بوريس جونسون من أن القانون يهدف لحماية بريطانيا. ويتجاهل مشروع القانون المثير للجدل ما يسمى بروتوكول إيرلندا الشمالية المبرمى ضمن اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي والذي يتعين بموجبه على إيرلندا الشمالية اتباع بعض قواعد الاتحاد الأوروبي بعد الفترة الانتقالية اللاحقة لبريكسيت. إلا أن مشروع القانون الجديد يجعل القانون البريطاني هو الملزمة في أي نزاع. مما يعمق الخلاف بين لندن والاتحاد الأوروبي. خلاف يرتكز حول تجارة المواد الغذائية إذ يرفض الاتحاد منح بريطانيا وضع دولة ثالثة أي دولة مستوفية للمتطلبات الأساسية لتصدير موادها الغذائية إلى أوروبا. هذا الرفض سببه تخوف أوروبي من عدم التزام بريطانيا بقاعدة المساواة في المعايير. ويتعين على الطرفين حل نقاط الخلاف بينهما من أجل التوصل لاتفاق تجاري قبل القداء المهلة المحددة في الأول من يناير المقبل.